اشتركوا في القناة اول خطوة راح نبلش قصر السفند حسا بدنا المقاش نفرقها على الداير هي كيكا سفندية قصها حسب الحجم البدنية بس هي عشان الصورة نضبط حوافها حتى نضطينا شكل صحيح مستطيل في ناس بقدر نقصها مثلا 20-30 حسب بس انا بقصها تقديري بس راح نفتحها اول شرحة هاي اول شرحة سوف نفتح كمان شرحة شايفين كيف كيكا سفندية كتير قريب اهم اشي طبعا اهم اشي هي النظافة الواحد بده يكون نشفه اشي مرتب لازم ينظف اول باول وهذا شف الناجح حيب نقيم هاي الكيكا ننظف حوالينا اهم اشي في الكيكاة النظافة نشيل كل شي نشرع نظافة عشان تكون شف ناجح يا شف ناجحة لازم يكون كل شي مرتب ونظيف حسنا نجيب دسك والان راح نجيب الدسك وحط عليها بعدين نجيب السيروب السيروب عبارة عن مي وسكر فبنشرب كل الزوايا عشان تعطيها جوسي مع كثير زاك السيروب والان راح نجيب هي الكريمة النباتي الكريمة النباتية متوفرة وين مكان متواجدة نجيب نحطها قليلا نفردها ونسكر كل الزوايا طبعا هي كريمة نباتية كثير خفيفة وزاكية فيها كريمة بس هاي أطيب متوفرة بأي سور ماركت وهي الفواكه المعلبات فواكه المعلبات كثير كمان زاكية وطيبة بدنا نفرد كمان نفس الاشي نوزع عكل الأطراف هم يش نزيد الحشوة كل ما زدناها تطلع طيبة هاي أول طبقة هاي وزعناها كاملة عدمية الحواء نرجع نحط كمان كريمة النباتي نفس الاشي نوزعها نسكر كل الفواكه أهم شي الزوايا الزوايا الكيك نعبيها عشان ما نتطلع اطرافها مائلة هاي ستحطينا كريمة بعدين نجيب طبقة ثانية لسفونت هاي ها لما نعبينا شايفين شايفين عبينا الزوايا ما طلعت مائلة زي هيك فتطيق مستقيم كمان نرجع نحط كمان سيروب هو السيروب عبارة عن مي و سكر في بطيها طعن زافي و جوسي انا بحب عليها سيروب كتير طبعا نرجع نحط كمان كريمة نفس الخطوة الاولى كيف منعبيت الزوايا كاملة وزيحها كامل توزيع هاي وزعنا الكريمة كاملة نرجع كمان منحط فواكه هي المعلبة هاي بتقدر بتحشيها طرولة بتقدر تحشيها بلووري حسب انك انت حسب انك اللي بتحبوها ماي وزعنا انا بهمني اكتشي الزوايا عشان تطلع معك مستقيمة مش ميلة هاي عبينا كل الاطراف كله بنرجع بنغلفها بنغلفها بالكريمة نغطي الزوايا نغطي الزوايا طبعا ريحة الفواكه كثير الشحي هاخر طبقة نسكرها بنكبسها شوي شوي نضربط اطرافها شايفين يا حبابي كيف؟ ما طلعت معنا ميلة ولا اشي هاي الزوايا كلها همش الزوايا خاصة الكيكاثة مستطيبة في كثير ناس ما بيهتم بالزوايا فهي تعطيك صحيح حسنا بنرجع السيروب نشربها كمان السيروب وهيك تشربناها بنحطها بس بالفريزر وبع ساعة تبرد عشان تمسك عشان نقدر كمان نليسها حسنا بنحطها بالفريزر ربع ساعة ونرجع لها هيا صارت جاهزة ربع ساعة هاي صارت باردر جاهزة مرحلة التلييس نفردها كمان نفس الاشي نوزع اول اشي على الزوايا كمان نحلو بالكريمة النباتي بتمد مع خفيفة وزاكية دوسقى نخلق نضف ونشون نبقى ونضع نضيفها كامل طب هاي قفت ايدي شوي قصر بنفردها بنفرد الكريمة كيف قلت معنا بنفرد على جميع الجهات بنفرد الزوايا بنفرد الزوايا بنفرد الزوايا جاهزة وهي الثانية شكل مستقيم شايفين كيف الزوايا كيف لازم تكون مستقيمة بنفرد الزوايا نصحب جده بنفرد الزوايا من الزوايا إلى الزوايا شايفين مسحة من الزاوية هال بدها خفت ايدي شوي هي ما نشد دريا كثير هاي زبطنا الزاوية كامنا شو في زوايدي كريمة مسحبها عشان تعطينا بشكل صحيح عالسا في شغل بسويانة عشان تطلع معك رحيحة يسحب الزاوية زي هي عشان تطلع معنا شكل مستقيم انا شيء الزاوية عشان يطلع شكل مستقيم مية بالمية هاي كا صارت جاهزة نسحب الزاوية لتحرك نسحبنا ها سوفينا مشط هذا مشطر كيك نسحب فيه طريقة تمسكوها ناخدها حلها يطلع النعم بيطلع حلع بس خفيف زي هيك تعطينا شكل الزغرة فيه كتير حلو شايفين كي طلعت نعم وخفيفة تعطيها جمالية اكثر هاي كا صارت جاهزة بدنا نحط ايش؟ بدنا نحط الآن الصورة السكر هي طبعا غذائية بدنا نحطها على الكيكة نحطها بشكل صحيح هيك حطيناها صارت جاهزة هسا بدنا نضيب الفورما طبعا هاي الفورما نحطها بالكيس نقص طرفها بدنا نعبيها كريمة طبعا جاهزة نساوي زي الزناق على الداير كامل اول زاوية ثاني زاوية اخر زاوية من فوق هاي صار الوجه جاهز شايفين عسا بشو بنا نساوي كمان؟ زي النار تحت بدنا نشيلها كما تتحرك معنا اخر زاوية من فوق هاي خلصنا من الزنار بدنا نحط الفورما سي نعطيها جمالية كمان احلى صليكم معنا هاي الفورما سي هي حبابات سكر عبارة ملونة هاي ها بدنا نرش هيك على الخفيف هاي حط على طراف كاملة بس هي يعني منظر حطيها حلوة لو مش متواجدة عادي مش مشكلة بس عنا حطناها هيك نطيع خفيف هاي 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 خلصناها هاي كصرنا فيها اللون شوي هاي صالت حلوة وهيك خلصنا هاي هاي كيك خلصناها تاكين والمفاعدة اللي حكيت عنها اخر الحلقة هي رح يكون في دورات مجانية ع صفحتي شيف دراء البياضي وادمتم سليمين السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة